برضو اوعيد التأكيد على الفكرة العامة اللي انا اعيدها وفضل انه الجامعة ليست جيدة لانها حكومية وليست سيئة لانها خاصة القصة ملاش علاقة خالص بمصادر التمويل قصة لها علاقة بالمعايير المتبعة في الجامعة فالجامعة الجيدة هي جامعة لها معايير واحدة اثنين ثلاثة تحققت المعايير هتتحقق جودة الجامعة بقاطة النظر عن هي بتاخد فلوس مني دي اول جزئية الجزئية التانية ان الجامعات الخاصة دورها ان تستوعب اعداد كبيرة الحاصل دلوقتي انها ما زالت بتستوعب اعداد اقل يبقى امتى كلام استاذنا الدكتور شهاته مقبول او يمكن تنفيذه لما يبقى انا عندي بعمل حاجة زي امتحان موحد للخريجين بعد التخرج ناشنال اجزام وبقول على اساسه اني هشغل الناس فساعتها اقدر اخلي كل واحد ياخد اللي هو عايزه لانه انا عندي مصطرة هيس عليها بعد كده كدولة بقى لا يعني انا دلوقتي لو عملت كده لو انا جيت قلت في امتحان عندي موحد قبل مزولة المهنة ايوه قبل مزولة المهنة شرط لمزولة المهنة لكل خريجين زي برا حريج في كل الدنيا بتعمل كده حكومة وخاص كله ايوه اي خريج عايز يزاول مصطرة واحدة انا بقول انا عشان انت اسمح لك ان تمارس هذه المهنة في الدولة المصرية يبقى لازم تجتاز الامتحان ده اللي هو معاييره واحد اثنين ثلاث اذا لم يجتازه خلاص ما يقدرش يزاول افن طب خليه يبقى السنين اللي قضاها دي لم تكن جيدة يخش تاني يعني بالجامعة من اول محرك زي برا حرك في امريكا لو طبيب عايز يخش في ولاية تانية مش متخرج منها بيخش الامتحان الولاية لا هو ما بيعيدش السنين اللي قضاها كلها لكن هو من حقه يخش الامتحان ده مرة واثنين 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 خلينا نقولها بطريقة تانية ووقعها شوية ممكن يكمل بس النقطة دكتور حسام وارجع تانية حضرتك على طول فطول ما انا لسه ما عنديش هذا الامتحان الموحد لازم احط انا معايير للقبول ماشي طيب هل احنا كدولة بنعمل على ده اه ده احد تكلفات السيد الرئيس الحقيقي ان يكون هناك امتحان موحد ده حيبقى للاثنين الحكومة والخصوص كله 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 اي خريق ما زي بتقيد في نقابة الموانسين خريق وخاص احنا فعليا عملنا تجربة بناء على التكليف الرئاسي في الوزارة كانت ايه تجربة يا فن ان احنا امتحاننا خمس كليات طب منها كلية طب خاصة وكلية طب في كذا محافظة يعني فيك حكومة وجامعية خاص وعام وقوات مسلحة كمان تمام في نفس الوقت تقريبا عدد 422 طالب في كل طالب تحن في كليته في نفس الوقت اللي بتحن خاد ساعتين بتعامل ساعة 11 خلص الساعة 1 زي انتحانات الطيفل كده اللي هي بتتعامل كلها في وقت معين بداية في وقت معين بدأ 11 خلص واحدة النتيجة طلعت واحدة وخمسة واحدة وآه النتيجة ايه بقى المهم النتيجة بقى فده كان ده تجربة لبداية طب النتيجة زي ما بيسأل بكتور حسن يعني النتيجة كانت جيدة الحقيقة المستوى العام كان جيد اه طبعا ساعة كان جيد جيد هيا الفكرة طول ما انت اذا استطعنا وده اللي احنا شغالين عليه احنا نعمل امتحان موحد ساعتها هتبقى الدنيا اسهل في القبول طيب دي كان التجربة الخطوة الجاية ايه في التجربة خطوة الجاية اللي تعمل وفي انتظار ايه مفيش اما انت عشان تعملي كده محتاجي مجموعة من الخطوات انك تايب عندك بنوك اسئلة قومية لا ولازم في قانون القانون بيتعدل برضو ولازم عندك تعديل تشريعي تشريعي لازم يعني فيه خطوات يتم اتخاذها تعديل تشريع انه قبل مزولة المهنة على الطالب او المتقدم الخريج الخريج على تنفيذ ده كدولة صعب صعب الحقيقة لما نفذنا وجدنا نحن لا قادرين على تنفيذ لا بس دكتور